بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين بسم الله الرحيم وليقولن خلقهن إن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون And if thou, Muhammad, ask them Who created the heavens and the earth They will surely answer The mighty, the knower created them Who made the earth a resting place for you And placed roads for you therein That happily ye may find your way and who sendest down water from the sky in due measure and we revive a dead land therewith even so will ye be brought forth he who created all the pairs and appointed few ships and cattle whereupon ye ride that ye may mount upon their backs and may remember your Lord's favor when ye mount thereon and may say glorified be he who hath subdued these unto us and we were not capable of subduing them and lo unto our Lord we surely are returning وَجَعَلُوا لَهُ مِّنْ عِبَادِهِ زُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَافًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ we should not have worshipped them they have no knowledge whatsoever of that they do but guess or have we given them any scripture before this Quran so that they are holding fast thereto nay for they say only lo we found our fathers following a religion and we are guided by their footprints وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عخبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولمما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ورسول إنثم اتجابين أنه زالت مقاربين سنوتي الجسير أصدقائي و تجرؤين ؛ قد أتجابين و أصدقائي نطلقهم أصدقائي ويطلقم آتاك ويطلق أتجابين بطلق مازل أتجابين أصدقائي خلق تمت تجربة الفتح؟ في البدر أصدقائي لأثنقائي في ما يأتي نطلق وإن شرؤين نطلق so we requited them then see the nature of the consequence for the rejecters and when Abraham said unto his father and his folk lo I am innocent of what ye worship save him who did create me for he will surely guide me and he made it a word enduring among his seed that haply they might return nay but I let these and their fathers enjoy life only till there should come unto them the truth and a messenger making plain and now that the truth hath come unto them they say this is mere magic and lo we are disbelievers therein وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض دواجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقفا من فضة وقفا من فضة And were it not that mankind would have become one community, we might well have appointed, for those who disbelieve in the beneficent, roofs of silver for their houses, and stairs of silver whereby to mount, and for their houses doors of silver, and couches of silver whereon to recline, and ornaments of gold. Yet all that would have been but a provision of the life of the world, and the hereafter with your Lord would have been for those who keep from evil. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون And he whose sight is dim to the remembrance of the beneficent we assign unto him a devil who becometh his comrade And lo, they surely turn them from the way of Allah and yet they deem that they are rightly guided Till, when he cometh unto us, he saith unto his comrade Ah, would that between me and thee There were the distance of the two horizons An evil comrade And it profiteth you not this day Because she did wrong That ye will be sharers in the doom Canst thou, Muhammad, make the deaf to hear Or canst thou guide the blind Or him who is in error manifest And if we take thee away We surely shall take vengeance on them Or if we show thee that wherewith we threaten them For lo, we have complete command of them So hold thou fast to that which is inspired in thee Lo, thou art on a right path And lo, it is in truth a reminder for thee And for thy folk And ye will be questioned And ask those of our messengers Whom we sent before thee Did we ever appoint gods to be worshipped Beside the beneficent وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَا وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين turn again and they said O wizard entreat thy lord for us by the pact that he hath made with thee lo we verily will walk aright but when we eased them of the torment behold they broke their word and Pharaoh caused a proclamation to be made among his people saying O my people is not mine the sovereignty of Egypt and these rivers flowing under me can ye not then discern I am surely better than this fellow who is despicable and can hardly make his meaning plain why then have armlets of gold not been set upon him or angels sent along with him thus he aroused his people against Moses and they obeyed him lo they were a wanton folk so when they angered us we punished them and wronged them everyone and we made them a thing past and an example for those after them world 독 ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم and when the son of Mary is quoted as an example behold the folk laugh out and say are our gods better or is he they raise not the objection save for argument nay but they are a contentious folk he is nothing but a slave on whom we bestowed favor and we made him a pattern for the children of Israel and had we willed we could have set among you angels to be viceroyes in the earth and lo verily there is knowledge of the hour so doubt ye not concerning it but follow me this is the right path and let not Satan turn you aside lo he is an open enemy for you when Jesus came with clear proofs of Allah's sovereignty he said I have come unto you with wisdom and to make plain some of that concerning which ye differ so keep your duty to Allah and obey me lo Allah he is my lord and your lord so worship him this is a right path فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون أخوانا But the factions among them differed then woe unto those who do wrong from the doom of a painful day awake they ought save the hour that it shall come upon them suddenly when they know not friends on that day will be foes one to another save those who kept their duty to Allah O my slaves for you there is no fear this day nor is it ye who grieve ye who believed our revelations and were self-surrendered enter the garden ye and your wives to be made glad therein are brought round for them trays of gold and goblets and therein is all that souls desire and eyes find sweet and ye are immortal therein this is the garden which ye are made to inherit because of what ye used to do therein for you is fruit in plenty whence to eat lo the guilty are immortal in hell's torment it is not relaxed for them and they despair therein we wronged them not but they it was who did the wrong and they cry O master let thy lord make an end of us he saith lo here ye must remain لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون We verily brought the truth unto you But ye were, most of you, averse to the truth Or do they determine anything against the prophet? Lo, we also are determining Or deem they that we cannot hear their secret thoughts and private confidences Nay, that our envoys present with them do record Say, O Muhammad If the beneficent one had a son Then I would be the first of the worshippers Glorified be the Lord of the heavens and the earth The Lord of the throne From that which they ascribe unto him So let them flounder in their talk and play Until they meet the day which they are promised And here it is who in the heaven is God And in the earth God He is the wise, the knower And blessed be he unto whom belongeth The sovereignty of the heavens and the earth And all that is between them And with whom is knowledge of the hour And unto whom ye will be returned And those unto whom they cry instead of him Possess no power of intercession Saving him who beareth witness unto the truth knowingly And if thou ask them who created them They will surely say Allah How then are they turned away And he saith, O my Lord Lo, these are of folk who believe not Then forgive them, O Muhammad And say, Peace But they will come to know And give them you And let them come to know And let them be And let them be And let them know And let them know